السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم في فيديو جديد لباتش نوتس فاست 8.3 الباتش نوت هذا في شوية تعديلات حلوة صراحة مش بطالة أخيرا فكروا يتعاملوا مع زوي حبتين مع أنه صراحة ما غيروا فيها تغيير كبير يسوى بس في كل الحالات الباتش خفيف بسيط كده خلينا ايش نمور عليه كله نخلصه ونشوف ايش تقدرات اللي فيه طبعا لكل الناس مستنينوا سوين الجديد زي العادة انا ما سوي تشامبيون هايلايتس ممكن تلاقوها احتمال رادي جيمز نزلوها زي كل مرة يتجرى تروح تفرجوها هناك كل الحالات هنتكلم عن سوين مع البفات الجديدة حقته لما ينزلوا عليه لما ينزلوا الباتش نوته اللي بعد ازير اه في كل الايلو السايف ازير بيتلعب مرة كثير للفترة اللي فاتت اه من دون اي سبب ازير اه تشامبيون صعب ما هو سهل اذا كان امت اه برونز ولا سيلفر ولا جولد ولا حتى لو بلات ازير ازير ميكانيكلي مرة يبغى له شغل ازير لازم تتحرك زي الناس الوادم لازم تعرف تعمل مع الساندز مع الشفتنج ساندز مع السولجر تحقينه تعرف كيف سولارتي زي الناس الوادم كمية الفيلات اللي شفتها وانا بلعب فرانك صراحة بازير كانت خرافية هذا كله عشان الكمباف اللي اخده قبل الكمباش في كل حالات فقال لك والله في بداية القيم ازير صار مرة قوي حبتين يعني المفروض هو سكيلينج تشامبيون يصير قوي في النهاية فقاموا سولوا نيرف بسيط كده على الكيو حقته في بداية القيم بدل ما هي تحتاشرة ثانية خمستاشرة ثانية ازير حيبقى تشامبيون مرة صعب ما يتلعب الا في الهايلو مرة كويس في الوايلو حي تلعب مرة سيء كل اللي تغير في الكرام هذا انو والله صار في بداية القيم شوية الابريشن حقه ازير صار الاتجس نار مينين اغرو تو ازير يجد يضاف على دبل ي حقته لمن السولجرز لمن الموظفين حقه و المجندين حقه يضربوا تشامبيون المينينز يسووا اغرو عليك اول كان لمن السولجرز يضربوا تشامبيون ما يجيك يعني اذا كان انت بعيد عن رينج حق المينين اغرو يصير المينز ما يضربوك ده حين المينز هيدربوك حيتبروا الرينج حق الصالجرز زمى الرينج حقه فهذي تغيير على الميكانيكال بلاي حقه في الليرنك فيس، هطلعه بره الميتا، هو أصلا بره الميتا تقريبا، ما زال زي ما قلت ما هيتلاعب إلا في الهائل، قاله في بداية الجيم، قاله في بداية الجيم، في بداية الجيم، ما عنده ويكنس، أو ما عنده حاجة ضعيفة زي الناس له آدم، يبغي يفرقه بين نقاط القوة حقته ونقاط الضعف، في بداية الجيم، خلو الارمر حقه، بيس ارمر حقه أقل، أربع، وهذه مرة كثيرة، إذا واحد جاء تسوي ثلاثة أربع ضربات، عليه في بداية الجيم، بيس دامج، الأربع هذه هتفرق من خمستاشر إلى عشرين دامج، أكشري على حسب الدامج اللي بيسوي، لأنه اللي يفهم الآرمر، الثمانية وثلاثين والأربع ثلاثين آرمر، هذي يجري من، هي تقريبا، تنقص ثلاثين في المية من الإيد دامج اللي بيجيك، فبثل أربع ثلاثين في المية هيكون ثلاثين في المية، إذا ما كان عندك أنت، إذا ما كان عندك إيش يسميها، اللي هو أرمر بنتريشن آيتم، ولا لثالتي آيتم، في كل حالات، مرة كبيرة الإيرلي، ولا تنسوا يا شباب أنه كل الجنغل في بداية الجيم، أو كل الجنغل كامس، تضرب إيدي دامج، هذا معناه حتى الكلير حقه، هيصير مرة صعب، ما أدري إذا كان حيأخر الكلير حقه، أنا متأكد أنه الهيلث والسستينيبريتي حقته حتينقص مرة كثير في بداية الجيم، وأنا متأكد أنه حتأثر على الكلير حقه، ممكن لا، ممكن لسه، ما زال حيبدأ، إذا كان بيلعب جنغل حيلعب، ممكن نروح رد بلوه على طول عشان يأخذ الهيلث ريجن، يأخذ كامبوشن من بداية الجيم عشان يجلس أهل، بس، هيكون، ما نشايفه في مشكلة، المهم أنه صار ممكن تكونتر في بداية الجيم مرة بسرعة، بس لو أنت في واحد تقلت تعامل مع جربان، أو تكون تخاف من جربان، أو تبه تخاف من جربان، ده حين تقلت تروح تكتلوه بسرعة، جن بره الجيم بيقوله بعد النيرف اللي سوه للسوسري واللي ثالث يصار جن بره الجيم بزيادة، يبقوا يعطوه شوية دامج زيادة، الدامج هذا هذا ينفع معه لما نكون لثارة بلد، الخمسين، مئة وخمسطائش، مئة وثمانين، خلوه خمسين، مئة وخمسة وعشرين، مئتين، زود البس دامج حق الأر حقته، ويتشيز، نحن، يوزلس، ما حيفرق جن بره الجيم، ما حينفع في أي حاجة، ما نبغى، كاترينا، اسمه قل لك، حتى لما تتأخر في الجيم تجد ترجع على الجيم مرة بسرعة، والدامج حقها مرة عالية، نقصوا الدامج حقها، نقصوا من خمس سبعين، مئتين سبع وثمانين، لتونية وستين، مئتين واربعين، النير في بداية الجيم ملموس، في نهاية الجيم، وصحيح أنه سبعة واربعين دامج، بس صراحة، أصلا هي عندها كاترينا لما تقتلك، ما تقتلك، يعني على هلتك بالزبط، تقتلك، لو أنت هلتك ألف، هي تضربك ألفين، فما حتفرق الصراحة الثمانين، السبع واربعين دامجها في نهاية الجيم، من الخاصة في حقها، في كل حالة، ما زالت ما يلعبها لنيتش محدد، ما زالت كويسة، مش بطالة، بس لو غلبك آدمي قدامك، الآدمي اللي يبلغ قدامك غلبك في بداية الجيم، أو غلبتها وإنت تلعب قدامها، حسرت رجعتها للجيم أصحب شوي، كوغمو، 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 قال لك الدامج حقه سو هارد، يقول لك أول ما تجيب ايتم بكوغمو، الدامج حقك مرة عالي، على الدبليو، فيبغو، إبغو الباور سبايك حقتك تتبع شوي، يعني أول ايتم، سير ايتمين، الله أعلم، بسيك اتاك مردر تول، يبغو يجيب ايتم زيادة عشان يوصل الباور سبايك حقته، فأول مثلاً كانت تجيب ريج بلايد أول، ولا تجيب بلايد أول، وخلاص توصل الباور سبايك حقته، طبعا ريج بلايد أفضل في الحالات هذه، على سلسل عنه الدامج اللي يجي مع الدبليو حقتها، فتسوي دامج مطبيعي، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تارجت ماكسيمم هيلث، خلوها ثلاثة، ثلاثة ونصف، أربعة، طبعا هذه الدبليو، لفل وان، لفل تور، لفل ثري، لفل فور، لفل فايف، فعامة عامة أنت توصل لفل ثري ولا لفل فور في دقيقة ثمانية، أكسل لفل ستة في دقيقة ثمانية، فممكن تلبيلها كاملة على دقيقة ثمانية ولا تسعة، فما يبوك، يعني تشتري أول ايتم، ودبليو حقتك تسوي دامج كأنها عندك ايتم تانية، فقال لك، نبغى كوغماو يعتمد على ايتم ازايشن، فكوغماو في بداية القيم، بالذات بعد الأول، الفرست ايتم باور سبايك حقته مرة نقصت، فيرازم له ايتم تانية عشان يبدأ يقدر يسوي دامج أكتر، بس، كوغماو مازال في الميتة، أنا متأكد مية في المية حيكونت لايب، كل اللي صار إنه تأخر باور سبايك حقته شوية، والناس اللي في الهائلو يعرفوا اللي بحلوح كلام هذا، ويعرفوا يتحركوا زي الناس والوادم، ويعرفوا ما يموتوا في بداية القيم زي الناس والوادم، ويعرفوا يستنوا لهم ما يجيبوا الايتم اللي يحتاجه عشان يقدر. لوسيان بيقول لك يبغالوا شوية تحبوا حنان، يعني لوسيان طلع برا القيم كمبليتلي، نهائيا ما عاد شايفينه في القيم، فأنا طوله بوفي على البازف حقته، الشتة الأولى، ولا ضع، الضربة التانية من البازف، فكل من البازف حقته لما تضرب قابلتي بعدها تضرب ضربتين، الضربة الأولى، الصلاة على النبي، ضربة الأولى، الضربة الأولى زي ما هي الضربة التانية، الضيان زيادة على خمسين، خمسة وخمسين، سبتين في المية، الضيادة، وثيان شات لو سوت كريت، الكريت حقها بدلا ما يضرب خمسين في المية زيادة يطرب خمسة وعندما يرجع في القيم لسه، مش التأدير اللي هيرجعه، يعتمد على الآتاك دامج، مش على البيس الآتاك دامج وهذا مش بطال كويس، والكريت يعني بيقولوا لك ابني كريت غريبة صراحة ما اظن ما اظن يعني يمكن يمكن كده بيقول لك الاسنس ريفر بلد حقه حيصير احسن كثير ما زال اليرلي جيم حقه والميت جيم حقه مش بطال بس الليت جيم حقه اكيد في الف شامبيون احسن ما فيه كلام ترستان احسن 100% جنكس احسن 100% كيت احسن 100% فيتش احسن 100% فين احسن 100% فما أنصحك تلعب لوسيان إذا حتلعب وانت الكمبزيجين حقك ليد جيم حتوصل ليد جيم ما فيها كلام مستحيل تفوز إلا لكن طبعا مرة مفايد ماستريه كل باتشي شباب يعني أنا أتكلم عن الشخص البرونز والسيلفر هذا اللي امتحنا في كل باتشي سوي لنا بوف الشامبيون من عند مزاج أمه فوليبير شوغاث نونو الثاني هذاك الطب الدكتور مندو الباتش هذا قرر يسوي باتش يسوي بوف لماستري شبابا كمانا يقول لك ماستريه عامة يبغالوا يغير الكت حقته كلها يبغالوا يسوي ذو الريورك وما عارفين بيقول لك يبغالوا يسوي ذو الريورك بس هذا مو معناه أنه والله عشان يبغالوا ما نخليه ريورك ما نخليه موجود في القيم فقاموا يسوي بوف على الكيو حقته نقصوا المانا كوست في نهاية القيم تسعين ما أظنعوا يفرق أعلى المانا كوست هذا بالزات في نهاية القيم ما أظن نفيدها أي معنى نهاية القيم ماستريه ما يشتكي من معنى أصلا يعني على حد علمي والله أعلم كل اللي هذا معناه أنه والله يقدر يمكن مرة ثانية ما أظن نفرق ممكن نفرق في لفل ثلاثة اللي في بداية القيم سبعين ثمانين خلوه سبعين خمس بداية القيم في النهاية مش حاجة ووجو ستايل وهذا العبوف اللي صراحة عظيم البوف يا عظيم البيس دامج حقه دامج حق زودوها من 14-18-50 يعني بداية القيم صار لها بوف والراتيو 25 بونس التاك دامج طبعا هذي يعني ما تبدأ تشغل زي الناس لو قدم البونس التاك دامج اللي ما تجيب ايتمز هذا معناه السكيل اللي يريد حقته حتصير مو طبيعية هو أوردي بس في الليد كيم الحين لو قربوا الباور سباك حقه وصار يعني مو لازم تجيب 10 ايتم زي عشان تقتل الناس كلها ممكن من ثالث ايتم ثالث ايتم لو جبناه ثمانين اي دي ما يجيب والوحدة فيها ثمان اي دي ياخد الوريور الوريور كم فيها اي دي ربعين اي خمس ثلاثين في المنزل او عشرة الى حد ما يعني مع ثالث ايتم يبدأ يصير الدامج حقه مو طبيعي بف مو طبيعي شون بف مو طبيعي هيكون في اقرب من نهاية القيم يعني في الدقيقة خمسة وشرين الدقيقة ثلاثين يصير مرة زي يقول تعديلة جبارة بالزات على الناس اللي في الهائله كلنا فاكرين رايز يشتري دايما زونيا تقريبا عشان يستخدمها مع الالتي حقته فجاء الا الله يبو يموت ولا رايح يدخل يبقى يقتل واحد ولا دخل داخل تحت التورس ودايب وقتل واحد على طول يسوي التي زونيا والالتي تنقلو في المحل التاني بالزونيا هو سيف فقالك هذي سويناها عشان انه رايز لما نلعب بزونيا زمان يعني زمان قبل ما يسوي الرونز ريفورج الزونيا هذي ما يقدر يستخدمها للمرة كل دقيقة ونص ولا دقيقتين فبالنسبة لهم ما كان عندهم مشكلة بس من يوم ما نزلت رونز ريفورج الجديدة ونزلت الستوب واتش صار يقدر يستخدمها طبعا اول كان ما يقدر عشان بيشتري الزونيا زونيا تشتريها مرة بتأخر في الجيم او شوي مو شرط يعني ممكن اذا كانت اول لسه بعد دقيقة خمسطعش ممكن دقيقة اتناعش بس في كل حالات ما كان يقدر يستخدمها بداية الجيم فقال لك ده حين الستوب واتش عشان كدير تأخدهم بداية الجيم وشتغف دقيقة ستة كلنا عارفين صارت مرة فدوبك يوصل يجيب الالتي عنده ستوب واتش يقدر يسيلك دايف ويطلع سيف من دون اي مشاكل من دون ما يموت فدت وباور سبايك مرة كبيرة مرة عالية في بداية الجيم فقال لك ما عني يبقى الكلام هذا فصار دا حين لو سويت الالتي وبعدها سويت الزونيا حتك نسيلك الالتي على طول زي كإنه جالك ستن اوكي خلاص او حتى زونيا ما تشتغل مع الالتي طبعا التغيير هذا صراحة مرة يزعلني لأنه 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 هذا يعني الحركة هذي عامة تتطلب سكل عالي عشان تسويها ما انت واحد برونز تعرف تسويها زي الناس لو قادم في وسط الزحمة الهاي لو بلايرز والالسي اس بلايرز يسووها في أوقات صراحة جدا خرافية طيروها من الجيم نهائيا اظن اظن التعديل هذي قتلت رايز في الالسي اس يعني مازال رايز كويس في الروم حقه طبعا كل اللي يلعبوا رايز اللي بزات في الالسي اس يلعبوه عشان الفاست بوش كيبابلتي حقته يدف اللين مرة بسرعة بعدين يسوي روم اول ما كان طبعا كلهم يلعبوه في زرش فعنده شوية موفمت سبيد كويس يتحرك زي الناس لوادم وكانت عنده الزونيا هذي يخرجه من مشاكل في الائيرلي جيم صراحة انه بعدين يسوي لها بغريد وياخد زونيا ويستفيد منها طول الوقت اظن معد حنشوف رايز انا اتوقع انهم يرجعوا التعديل هذي في يوم ومع أيام غريب مو بعد لانه كده قتلوه صراحة من وجهة نظري والله سجواني نفس اللي قالوه مع اسمه جارفان قال لك والله الائيرلي جيم حقه كويس وهو المفروض من الجيم ويكون المفروض ما يكون بلانس قدي كده يكون يكون عنده نقاط الضعف في بداية الجيم اكتر من نقاط القوة وهكذا سجواني نفس الشيء قال لك والله من بداية الجيم الان هذه الجيم هي كويسة نبغى بداية الجيم حقها يصير اضعف شوية انت عارفين سجواني يقول لك في الليت جيم مرة كويسة نقص الموبيلتي حقتها في بداية الجيم يعني قلت الحركة حقتها في بداية الجيم قلت الوايف كلير ما اختلف لانه ما شارع لك ولا شي لا في الدبولي ولا في ال اي بس في كل الحالات ضعف ولا الموبيلتي شوية في بداية الجيم ما اظن حيعير فيها شي سجواني ما زالت مرة كويسة طبعا انصح لما تلعب مع تيم فيلو هاي دامجين كثير عالم كثير عندهم دامج جواني مرة كويسة يا شباب لانه ام شي ضعيش الدامج حقها مش بطال and she actually carries games ترين دمير نفس الاخ اللي سوى بف لماستري قرر يسوى بف لترين دمير ما نعرف ليش بس اتك دامج ادليت الرانك سيز انكريز اي بونس اتك دامج رايش انكريز اه هو بيقول لك لايك ماستري ترين دمير could just use some more damage رايت ما ادري ليش امتخلف هذا صراحة جرى زو ما ادري الاتك دامج زودو من 3.2 3.7 حد ما انا اقرب بورس باك حقته مرة تانية زي ما سوى فيه ال ريشيو حقت البونس التك دامج على اللي حقته 120% 130 ليه ما ادري ليه ما ادري حيجيبونا ترك تجي وانوبي زعالم ما تلعب ليه ماستريو ترين دمير وناسوس واجلسوا لفلفونا في الماب كلها يجلسوا طفشونا لتبوش ويكثر خلق الله كله لما نشوف ترين دمير وليه ماستري بس اقتلوهم بداية القيم طلعوهم برا القيم وانتهى الموضوع فيكتر قال لك من الاسباب اللي فيكتر كان فيها مرة كويس انه كان ممكن يساوي كومبو واحد ويفجر واحد على طول بعدين نساوي فاكرين يا شباب على اساس صاروا يبغو بدل ما يسوي يصير يعني يتضارب فترة طويلة عشان يقدر يقتلوا واحد لما نساوي التعديل لها هادي كان مرة كويس بعدين نرفو نير في جامد يبغو عشان يقدر يفوز على واحد يقرب جنب اللي يتضارب معه وقال لك لما هو بيقرب بيحط نفسه في خطر ويموت مرة بسرعة فإحنا نبغى نعطيلي شوية فإيش قاموا سوو طفوا على الكيو حقته طبعا المشتري حق تعرفين اللي حق عنده اللي يشتري هات الثلاثة والأربعة اللي ما نفاكر إش هي لما تجيب الترب يسيلك على ال shield value ال shield اللي يجيك من الكيو حيزيد سبتين في المية فبف مرة كبير على ال shield حقك تخذ طارب ما تخاف ال shield اللي حجيك مرة كبير اديه اديه زي ناصر بعد كده نقص ال كولداون حق هال مدت يعني دقيقة في في اللفل اتناعش اللفل الهداش اللفل ستاش هكذا زوي أخيرا مسكوها وقربو لها الكيو كولداون نقصو نزودوه من 7.5 8.5 ما ادري ليش ما غيرون اشي صراحة ما ادري ليش ما اصوروها نرفع الدامج لأن الدامج اللي بنشوفه منها صراحة مطبيح حتى فالسي اس فأظن هذي اول خطوة اللي خطوات مستمرة بعدها هذا مضروري شوقة تغيروا شكلها الكيو والإي والالتي حقته عشان يجبوا شكلها مختلف شوية بعد زي اول interesting interesting عركات هذا اي عش لما نيأكل واحد يقوم يت يسحب كأنه سحب تغييرات عظيمة الكيستون طبعا هذي اللي هي الاسبايريشن الاسبايريشن يسوي فيها تغييرات مرة كثيرة شباب الكيستون كان في الانسيل سبل بوك الانسيل سبل بوك اذا فاكرينها اللي تخليك تاخد اللي تخليك تغيير السامنر في نصف الگيم بتدك شار لما ترجع البلايس تغيير السامنر حقتك كانت في نفس الوقت تعطيك السامنر سبل 25% فلو كان عندك مثلا فلايش الفلايش 500 300 ثانية حيصير 200 ثانية 200 ثانية بدل ما تصير 5 دقائق حيصير 3 دقائق يعني 280 ثانية 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 أو ما نيفاكر صراحا المهم 25% فإيش صار الناس صار لو تفرجوا لسيس الشباب صاروا كل اللينات ياخدوها توب ياخدها و توب معروف ليش ياخدها ساهينة بسيطة صاروا اللي يبغو يسوي سواب للين يعني زي بعد ما تخلص يبغو ينزلوا تحت و يكملوا المفروض بط إلى حد ما مو ما ياخدوها إلا دا كانوا بيسوي سواب في حالات محددة زمان نحن ما هتنفع فقاموا نرفوا حقها من 25% أظن أظن التعديل هذا حيخلينا مر قليل بعد نشوف البط لين ياخدها إلا في حالات بسيطة يمكن على سيفر على سيفر ما زالت هاتبك كويس على نسيل سبيل بوك وعلى تانكي سابورت يمكن اللي يتمدو على كولداون ريداكشن لأنه كولداون ريداكشن ينقص السامن على سبيل كولداون برضو إلى حال آه كونترا أوبشنز الهكستك لاش ماجيك الفوتوير شالوها لما تأخذوا ماجيك الفوتوير كانت أول لما تسلي البوت الابغريد حقها تشيل خمسين يعني الكوست حق البوت أقل خمسين يالك شالوها من تير تو تاني صف كانت الماجيك الفوتوير حطوها في الصف الأول البرفكت تايمين كانت 300 صارت 250 والسل فاليو 120 دي 20 جولد ماني عارف ليش صراحة تمورو البسكت ديليفري نزلوها لتير تو كانت في تير واحد عشان طلعوا الواجيك الفوتوير الفوتوير ما 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 غيروها ما غيروها ما غيروها فدحين حطو لك الماجيك الفوتوير والستاب واتش في نفس الصفة يا شباب فلازم تختار واحدة منهم ما تغير تختار ما غيروها سكوربورد بيجين سكور ناو ديس فور يو تيب مادرش هذي ماناها بيجين سكور بيجين سكور اه هذي اللي علا يجي علامة استفهام لو واحد مختفي من الماب ولا باين ففكيت التابع يا شباب بتطالع في حقونا الانمي تلاقي عليه علامة استفهام علامة استفهام ما ناو ما هو باين في الميني ماب لو ما هو علامة استفهام معناها باين في الميني يعني باين شايفو قدامك في المد في الهذا فيسهلك تعرف انه انت ما انت شايفو ولا شايفو فافتح التاب وشوفوها يا شباب ما فيشي ضروري مرة بيجين موض ضروري هذي هذي اللي هو الدايري هيبدأ يعني هتيجي في يوم وثنين ثمانية ثمانية ثنين الويكند هذي يا شباب هيكون البلد مون وحيكون يوم برضو 19 ثنين موضروري لونر ناسوس شكله جيد لونر شكله جيد والاثنين الأخوان برضو لونر وفي حفلة لونر فيه شكله لونر عشان قامرا اليومين هذي كله يوم طالع زرق يوم طالع كبير يوم طالع صغير شكله الله أعلم كل حالات هذي لونر شوية كرومز شوية برضو ايموتز واظن كده خلاص وبكده خلصنا باتش نوت 8.3 أعطيكم الصحة والعافية يا شباب لا تنسوا عندي ستريم يومي على تويتش وعلى يوتيوب على الساحة داشتنا وستقري من توقيت السعودية إذا أعجبك الفيديو سأشعر لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة